السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ظلمت كثيرا من طليقي وأنا بحسب عليه كثير أوي وساعات أدع عليه هل أنا ظالمة أو علي ذنب وأعمل ليه علشان أبطل أدع عليه حاضر يبدو أن أختنا موجوعة جدا من طليقها يبدو أنه أساء إليها وليس من المرؤة في الحقيقة لأن الله تعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان كثير من العقلاء ربما يعني يصمت حتى لا يتمدى في خطأ أو حتى لا يحدث منه خطأ إب يصمت ويؤسر الصمت مخافة أن يسيء لأطراف أخرى من زودة أو حتى من غير الزودة فيؤسر الصمت لأن السلامة فيه السلامة للدين السلامة للمرؤة السلامة للخلق وللردولة في الحقيقة فكما قلت يبدو أنها موجوعة جدا إن كانت بالفعل قد ظلمت ربما ظلمها في عرضها ظلمها في بدنها وسمعتها ظلمها في أولادها ظلمها في الإنفاق عليها وعلى أولادها بعد تطليقها ظلمها في الاستيلاء على منقولاتها وحقوقها الشرعية بعد التطليق فإن دعت وكانت مظلومة فذلك الأمر بفضل الله تعالى فيه فسحة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم من ظلم من ظلم وأسأل ربي أن يفرج كربها إن شاء الله وأن تطلب العوض من رب العالمين وأن لا تعيش على ذكر ذلك العذاب الذي يعيش معها بعد أن تركت ذلك المعذب فقد فارقته ولذلك أنصحها أن تستقبل الحياة بقلب منشرح وأن تسأل الله تعالى أن يعوض عليها وأن يكرمها بخير منه وأن يرزقها من حيث لا تحتسب وتكتفي بهذا القدر لأن كسرت الدعاء ستجدد الشعور بالألم زي حد كان عنده ألم معين وعمل عملية جراحية وبرئة من الألم فيتذكر أيام الألم وكأنه يستدعي الألم ليكون معه في فترة الشفاء ودى في الحقيقة من الأخطاء التي ربما يقع فيها البعض لكن على كل إن دعت وكان الظلم شديدا الذي وقع عليك فإن شاء الله ليس عليك شيء بنص الآية الكريمة نعم دكتور والله يا دكتور وأستشف من رسالتها الرحمة أنا حتى هي بعد ذلك في تنهيذ الرسالة تقول إزاي ضربت الأداء عليه أنا قلت في الحقيقة أشرته أنا فهم ألا تجدد الآلام والأحزان وألا تستدعي الزكريات المؤلمات نعم نعم يعني الذي يقصده أن البعض في رحمة يعني هي كمان بتزعل من نفسها لا بتدعلي واضح حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا الأمر على فكرة يعني ده درس تربوي رائع حتى عند الفقد والفقد يعني بدون شك أشد ألما من العذاب حينما يفقد الإنسان عزيزا غاليا لديه أو عليه فبنردد إن لله وإن إله رجعون اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ده دعاء تسلية وتصبير وتعزية وبعدين يعني تستشعر أن الله تعالى سيعوض عليك بصبرك واحتسابك ده أمر رائع جدا ولذلك هذا ما أقول لابنتنا وأختنا حقيقة الله سيدنا الدكتور تاركة الله فيك